بدأ الجيش المصري في هدم العشرات من المنازل التي تم اخلاؤها اليوم في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة عمليات الهدم تأتي في اطار خطة اعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة الهجمات على نقاط التفتيش الامنية في سينا والقاضية باقامة منطقة عازلة تمتد لمسافة من ثلاثة الى خمسة كيلومترات على طول الحدود المصرية مع غزة بدأت قوات من الجيش المصري عمليات هدم منازل على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة مهيدا لاقامة منطقة عازلة ونقلت وسائل ويلام ان الجرفات دخلت منطقة البرهما شمال رفح وتقوم بعمليات ازالة لمنازل ومدارس على الشريط الحدودي ويهدف الجيش الى اخلاء ثمانمائة وثمانين منزلا في المنطقة الحدودية التي يقطنها نحو عشرة الاف نسمة وتمتد على مسافة ثلاثة عشر كيلومتر من رفح الى كرم ابو سالم وتهدف ايضا الى ادمير كلي للانفاق مع قطاع غزة واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان عمليات الاخلاء تندرج في اطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الارهابية واغلق الباب امام من وصفتهم بعناصر ارهابية قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين في جانب اخر ذكرت مصادر امنية في سيناء ان قوات الجيش قتلت خمسة عناصر اثنان منهما من قيادات جماعة انصار بيت المقدس كما تم القاء القبض على تسعة عناصر اثناء محاولتهم التوجه ناحية الشريط الحدودي مع غزة واوضحت المصادر انه تم تدمير ثلاثة منازل كانت تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والاسلحة الثقيلة الى ذلك وصلت الى مدينة العريش تعزيزات عسكرية اضافية متنوعة من جميع التشكيلات في الجيشين الثاني والثالث وقوات كبيرة من القوات الخاصة التابعة للشرطة في اطار الاستعدادات لشن هجوم كبير على قرى جنوب رفح والشيخ زويد والعريش وكانت وسائل اعلام مصرية قد اتهمت حركة حماس التي تدل قطاع غزة بالوقوف وراء الهجوم الذي شنه مسلحون يوم الجمعة الماضي على نقطة تفتيش عسكرية بشمال سيناء والذي اوقع 31 قتيلا فيما اشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باصابع الاتهام بالمسئولية عن الحادث الى جهات خارجية لم يسمها